تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وبتنظيم من قبل وزارة الصحة ومركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة فقد تقرر عقد المؤتمر الأول لطب القلب الرياضي تحت شعار القلب الرياضي في الفترة من الثاني وحتى الرابع من ديسمبر المقبل وذلك بمشاركة واسعة من المتخصصين في طب القلب الرياضي في المملكة والشرق الأوسط وعدد من دول العالم وأشار رئيس لجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عادل خليفة رئيس قسم كهرباء القلب بمركز محمد بن خليفة الخليفة التخصصي للقلب إلى أن المؤتمر يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بشأن دراسة أسباب الوفاة بمضامير المشي والصلاة الرياضية حيث تم تشكيل لجنة لدراسة الأسباب وتحديد طرق الوقاية مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت توصيتها التي كان من أبرزها تنظيم هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول المنطقة وبيّن الدكتور عادل خليفة الدور المهم الذي يمثله المؤتمر مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضع ضمن سياساته العامة محورا يتعلق بالتشجيع على ممارسة الرياضة منويا إلى أنه سيتم تنظيم محاضرات وحلقات نقاشية متنوعة خلال الفترة المقبلة وصولا إلى موعد عقاد المؤتمر في ديسمبر المقبل كما سيتم إطلاق حملة وطنية موسعة للتوعية بالأسس الصحيحة لممارسة الرياضة والحفاظ على صحة القلب